تلقت وزارة الموارد المائية والرأي تقريراً يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع وأعمال تأهيل المساقي وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3913 كيلو متر بمختلف المحافظات وبحسب الوزارة فإنه يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة مشيرة إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرأي مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه وحسم مشاكل نقص المياه بنهاية الترع وحصول كافة المزارعين على الترع على حصتهم من المياه